عندي كم كبير من الأسئلة وده آخر جزء من حواري مع حضرتك هستسمعك شوية الإجابات تبقى مختصة لايه؟ تؤمرني أسئلة كتيرة واحد الفن الده لك ايه؟ الده نحب الناس والفلوس لا ها يعني أنا لأملك في بانكي ما فيش ما كملش مئة ألف جنيه عايش ازاي؟ عايش انا معايش وأنا مصوف تاي الدتلي اللي احترامي زائد ودتلي ان انا بقى مرتب في حياتي ودتلي عملت مكتبة كبيرة جدا وعملت في المكتبة حاجات نادرة الهندسة خلتني أقرأ وخلتني يعني يعني أقول لك إيه عندي مكتبة فيها حوالي تلاتين أربين ألف كتاب يعني ما شاء الله قرأ ناهم جدا يعني وأنا في برضو عندي كتاب حاجة عمله اسمه هكذا خرأته هكذا كتبت بجمع كل قرأته من زمان في حاجات وها تعليقها ليه وكذا كتبت أنا كتبت إيه فاروق فلوكس الإنسان ندمن على إيه الندم ليه حاجة كان نفسك تعملها معمالتهاش موقف كان عايز تاخده من خطوش هقول لحضرتك حاجة هو أنا اللي بعمل ولا ربنا اللي بيرزو ربنا اللي بيعمل بس أنت ما تعرفش ربنا كتب لك إيه ربنا اللي بيرزو يعني ربنا اللي بيرزو هندم على إيه بقى يعني هو اللي بيرزو أكا القرار اللي تاخده هو أنا لا مع كلمة الندم دي مش محسوبة عندي يعني نتمت إنك ما عملتش حساب للزمن ماديا لا لا ما ربيت حيالي بكواس قوي خلاص هندم إزاي وكسبت جمهور عريض الحمد لله هنا وبره واحترام شديد هنا وبره طب أنا دب أقول لحضرتك هندم على إيه فاروق فلوكس اعتزل التمثيل أم لا؟ لا أنا لم أعتزل لكنني كتبت مونو دراما اسمها أنا موطن عادي يعني إيه؟ يعني خدتها من يومة ولدت لغاية اللعظة الأخيرة يعني يا هين أنت مؤلف ها لكن التمثيل ما اعتزلتوش لسه لا مش ما اعتزلتوش مش حابه دلوقتي يعني أنا بشوف حاجات في التلفزيون مسلسلات إزاي دي تعملت وليه بتتعرض؟ علشان إيه مضمنها؟ لا وكلام لغة رديئة وركيكة مش دال فني يعني معطرد على الحوار اللي بيحصل في بعض المسلسلات ويزعر اللي يزعر لما يوقف ممثل بيدرب مراته ودام عيالها يقول لها أنا كلبي يا بنت ستين كلب في التلفزيون ويرميها في الحارة والدام عيالها في حينك ممكن يترجم ده بشكل آخر غير الشيتيمة إزاي ده يعني؟ إزاي ده يتقبل أنا أنا هاتلي حاجة زي دي حصل الزمان؟ وفيش؟ ها طبعا يعني عاد سيقول لي أن تمثيل زمان والفن كان بيراع القيم؟ لسبب لأن المواصلين زمان كانوا كبار كبار في السن قادري يعني هل محمود السلمليجي ده كان صغير؟ هل زاكر السلم ده كان صغير؟ فريد شاوي ده كان صغير؟ كل المواصلين بتاعزبان كانوا ناس نطجة والمواصلات كانوا نطجين دلوقت أنا ما بعرفش مين من المواصلات دي ومين دي ومين دي ومين دي ومين دي وبلغني أخيرا أن واحد من المواصلات قالت لي زميل فيه قالت له أنا لشغالتك واحدة جديدة بتكلم عن ممثل قديم أنا لشغالتك ده كلام؟ لا يعني مش الدرجة دي يعني صغير السن لازم يحترموا كبار السن ولازم يحترموا الماضي بتاع الناس القدامة طيب أمنية لم تتحقق حتى الآن؟ إن أعمل أحدة بنطر دم أو العجوز والبحر ليه؟ حلوين الأدوار حلوة أحدة بنطر دم حزيك عارف شكله عارف وبعدين مليان حب مليان مليان وحبة الست ودرجة الجميلة دي حبته وأحدة بنطر دم ده يعني شخصية بس أنت عملت دور زي ده أيام الجامعة عملت الأستاذ كلينوف آه آه كان صعب قوي 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 فليه عايز تعمل أحدة بنطر دم تاني؟ أحدة بنطر دم شخصية خاصة شخصية خاصة أنا كان أستاذ جامعة فروف لوكس عمل كل اللي نفسه فيه؟ اللي أتحول لربنا اللي أتحول لربنا عملته وأعتقد أنه عملته بإخلاص يعني تمنيت حاجات ما تحققتش؟ ما أقول لحضرتك أنا متمني حاجة واحدة بس أننا حج تحج؟ أه وإن شاء الله تحج ومتمني أنه خلص الكتاب التاني بتاع هكذا خرقت وعلى فكرة أنا كنت مثلا أثناء حكم الإخوان وكلمة الخلافة دي تعبتني قوي فكنت بأعمل كتاب عن موجز فيما تولى الخلافة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبدأت أعمل بقى ده لغات هارون الرشيد أجزته أو لسه؟ متعبت بقى لقيت حاجات أثناء فترة حكم الإخوان فتوقفت للأسف يعني أنا قارق وكاتب وبعدين عايزة أقول يعني قارق، كاتب، مهندس، ممثل، مكتبة كبيرة، محب للناس درس القانون درس القانون طبعا أعدت في البيت يعني مريت بفترة اسمها أنا عاطل عن العمل كتير كتير ها ليه يعني ما يا أستاذ محمد من اللي بيرزق؟ الله بس أنا عاطي في البيت بقى أمر الله يومي أعمل إيه بقى؟ أنا مثلاً كنت مع الأستاذ عادل إمان في مسحية السادة الشغال عاطي ثمان سنين وكانوا حلوين جداً وصفرت بقى أمريكا وصفرت كندا وصفرت أستراليا وصفرت الأوروبا وصفرت الدول العربية كلها اتنتعت شوف سان فرانسيكو ركبت الطيارة وشفت السجن بتاع كتيراز في البحر اللي عمل فيلم الأوروب الكبير عليه عبارة عن جزيرة كلها سجن شفت شلاتني أجرى، شلت ديدني لند شفت مسلت على مصر الأولومبيا اللي غانت عليهم مكانسون ما كل دي متعة ثمان سنين بس ما عملتش حاجة في التليفزيون بقى كتير لما ربنا خلاني قال لي نزعك مش هنا تعالى هنا عملت بقى مسدسلات منهم الحجم تولي الحجم تولي ومنهم الصفعة اللي عملت فيها أصحب دور في حياتي اللي هو مسؤول المساد في مصر إذاك وعملت سام حمولي ما كانش قصدي وعملت مع سبق الإصرار وعملت مع محمود حميدة الأب الروحي وعملت مع حمود عبد العزيز الفيلم ده المسلسل اللي كان جاي راجع من من أفغانستان وعملت مع يحل فخراني ما عزه عزه وعملت لا مع أستاذ زيحان يعني شوف بقى كم ده كل يعني موسيقى موسيقى